طبعا انا عارف ان معاك اسلام والفيديو ده انا بعتهوله وبعتهولك يعني حبيت اشارك معاكو في الحلقة اسلام اخ عزيز علي جدا جدا واحد من الناس اللي انا يعني اتشرفت ان احنا لعبنا مع بعض فترة طويلة اسلام على المستوى الانساني حد جميل وشخصية جميلة جدا 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 وعلى المستوى الفني طبعا حدس ولا حرك واحد من احسن الناس اللي لعبوا في مركز الزهير اليمين في مصر حصلت مواقف كتير بنا وبين بعض وفعملنا مع بعض كتير جدا جدا سواء منفسين او سواء بنلعب مع بعض عدينا بايام صعبة كتير وعدينا بايام حلوة كتير فنتمنى لكم حلقة جميلة وحلقة يعني حلوة ان شاء الله يعني حبيت بس اقول لي اسلام واقولك انت عايزك تسأله على اصعب موقف عد عليه واحنا مع بعض اعتقد ان مش هيكون اصعب من مبارات اسك في كو دي بار وهسيبه هو يحكي لك بقى الحكاية السلام عليكم طبعا بنشكر كابتن واقل جمعة فربنا وفقك ومزيدك اخويا وحبيبي ده واقل اقول لك الموقف واقل عشرة عمره من الناس الجدعان جدا يا كابتن جدا لما تحتاجه بعد ما بطلنا كورة حتى لغاية دلوقتي احنا على تواصل دائم بالأسر يعني انا بروح عنده البيت هو بيجي للبيت لما بينزل مزر ايه فواقل وبعدين واقل بصراحة انا بقعد اتفرج على الاستوديو التحليل اللي هو بيعمله عشان واقل بحس ان هو في حتة تانية ما تشطي الاهلي كمال لما بيقعدوا دي المتكلم اه لا اوه بخاصاته ما يكون الاهلي مش قوي تحس بمتأثر بالنرف بتاعه اه 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 فنجم كبير وطبعا بقى في الكورة يعني مش هتكلم عن واقل واقل منتخب مصر والنادي الاهلي مش محتاجه محدش هيعمل في المكان ده نص اللي عمله يعني ايه بقى موقف بتاعه اسك بيحرجني هو ماشي اسك ابي جان اسك ده كانت اصعب موقف شفته في حياتي في حياتي اه انا في الملعب في الملعب وقبل الملعب كنا صايمين كنا في رمضان مم وكان عندنا مطش اسك الساعة ثلاثة الظهر انت عارف يا عيني والرطوبة هناك يعني وغيرنا الرطوبة دي حاجة اول حاجة تاني حاجة ان جيلة بتاعت اسك عاملة ازاي عالية جدا لو قد ايه ان جيلة الواحدة قد كده قد تقع عليها تلع في غط قصب اه اه انت فاهم حالك فاهم الكلام اه المطش ده أول ربع ساعة أحسن باكرايت في التاريخ إسلام الشاطر وانا ما نمتش وانا ما نمتش ما تشوف المطش كمان اللي قاعدين كلهم بيقولولي إيه ده إيه ده إيه الجمال ده أوفر فلافيو جاب جون 2-1 1-0 وإحنا كنا كذبالين هنا 2-0 فخلاص المطش خلص بعد الدقيقة 14 إلى 15 يا كابت ما شفتش مش أنا الـ 11 إلى عدم الشايفين أقسم بالله يكسبونا 20 يا خبره بي للسبب الجو والمداع والصيام كله قفل مرة واحدة كله نم مش قادر أعط فأنا كل شوية بص لجوزيه أنا كفاء اللي أنا عملته أنا خليتكو يعني جبت جون أو عملت جون وخلاص أعمل له كده أقول لي نو يا عم الحمي مش قادر نو بركات قاعد احتياطي فهو بركات عارف أنتوا ما نمتوش فهو قاعد احتياطي والجو بره صعب وصيام مش عايز ينزل فقاعد لغاية بقولك يا يا كابتا بين الشوتين دخلت قاعدت رجع 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 جالي جفاف عشرة يام قدام والله العظيم يا كابتا المصطفى وعمل يبقى جوزيف بعد كده ما هنحاول لك هو قاعد يزعى 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 انتوا حشين انتوا كذا بعد المطش بقى احنا لعبت العشر ده وربع ساعة الشوت التاني كمان وامتواقع في الأرض المطشي ده خلص كده اتنين واحد وخربنا اتنين واحد بس وصلنا بس وصلنا النهائي وقعد يزعى 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 لغاية لما رجعنا القاهرة فدكتور اهاب علي كان هو المشرف على الجهاز الطبي في الوقت ده فقال له لا ده تعبان جدا وده الوقت كان يعني تعبان جدا يعني قال لي لا بيقولك ايه هو قعد عشرة يام في البيت وتعاد والله ازبوع اولا دكتور اهاب كتب لي اسبوع في البيت اعدت اسبوع في البيت ورجعت اول ما رجعت الجوزي قابلك ازاي قابلني يعني فيه ما معناه انه بيعتزل لي يعني إنه هو عمل كده وبتاوه ويعتذب لك حقيقي كل ما يشوفني اعتذرلي فده كان أصعب موقف كنت حاسس إنه أنا دنيا صعبة جدا في حياتي